انهيار وابوكاء مياري الببلاوي مع رغدشة الهوب في برنامج سابع سمع بسبب مشهد من فيلم ديسكو ديسكو وهي شبهة عارية هنعرف مع بعض كل التفاصيل لو انت حاببت تابع الخبر للنهاية فضلا من حضرتك يريد تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد طبعا كلنا شفنا الحلقة بتاعت رغدشة الهوب وهي مستضيفة الفنانة المعتزلة مياري الببلاوي طبعا انهيار للفنانة مياري الببلاوي لحظة عندما تم عرض مشهد للفنانة مياري الببلاوي وهي شبهة عارية من فيلم ديسكو ديسكو اخراج المخرجة يناس الدغيدي طبعا انهارت مياري الببلاوي في البكاء وقالت ادفع عمري كله بس المقاطع دي تتحزف وقالت ان ربنا هداها وان هي مش حبة ان هي المشاهد دي تتعرض مرة تانية وكمان جدير بالذكر ان هي قالت ان هي اعتزلت الفن والحمد لله دلوقتي بقت ملتزمة دينيا وكمان قالت ان ربنا هداها بعد ما ربنا اكرمها وان جابت ابنها ولدها الوحيد الجدير بالذكر ان الفنانة مياري الببلاوي ارتدت الحجاب اثناء تصوير مسلسل عيلة الشمس كانت بتلعب فيه دورة مضيف الطيران وتفاجأ صنوع المسلسل ان هي ارتدت الحجاب واشارت ابنها عادت الى منزلها وهي مرتدية الحجاب ومن وقتها وهي اعتزلت الفن واتجهت الى تقديم البرامج الدينية تبقى الربنا يهديها ويسبتها على ايمانها ده كان الخبر بتاعي لو وصلت معي لحد هنا فضلا من حضرتها كيف تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد اترككم في رعاية الله وامان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته